اشتركوا في القناة ومستوى تحضيرهم لها الامتحانات وبالتالي اكيد انا بتمنى النجاح للجميع خصوصا انه هيدا اول نهار من بعد ما كانت مفاجأة الغاء البروفي ولكن اليوم بنقول للاهل وبنقول للطلاب انه ان شاء الله بتمر على خير وان شاء الله كمان نتيجة النتيجة بتجي على مستوى كل الامل وكمان بدي اقول انه لبنان مهما صار ومره ما مر بظروف وتحديات وظروف صعبة دايما هو فرح الحياة تسبق دايما ثقافة الحياة ثقافة اللامبالات ثقافة هيكي اليأس لانه اليوم انا بدي اشكر كل البلديات اللي اليوم بالرغم من كل الظروف اللي عم نعيشها بعدها عم تترك مساحة فرح عند الناس لانه كمان البلدية كسلطة محلية صحيحية مؤتمنة على شؤونهم اليومية من نظافة من كتير من الامور ولكن مساحة الفرح بيستحق اللبناني بالرغم من كل شيء من هيك انا حبيت اليوم ان استضيف رئيس بلدية بلدية الزلقة عمارة شلهوب استاذ ميشيل عصاف المور كلكم بتعرفوه بالشريف ولكن انا رح يطلق استاذ ميشيل عصاف المور لانه معروف عنك الشريف نعم مضبوط طاغي الاسم فاهلا وسهلا فيك وطبعا سؤال لكم ست سنوات يعني تعودنا على مهرجانات الزلقة مهرجانات ضخمة مانا مهرجانات عادية ولكن يمكن الكورونا فرملت شوير كتير من الامور وغيرت كتير من حياة اللبنانيين والعالم كله فاليوم رجعنا استعدنا العافية بدنا نقول البلدية عم تفتح بشكل دائم وحبت تعمل هالمهرجان خميس جمعة سبت نهارك سعيد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ودي أتشكر بالأول استاذ ميشيل بالموضوع امتبعنا بالأم تيفي بكل البلديات وخاصة بلدية الزلقة عمارة شله سميتك هو سميتك أنا عادي ما في شك بمحطه وتسني لألك المهرجان اللي نحن بهالتاريخ اللي نهار خميس جمعة سبت أحد من الساعة الرابعة على الظهر لأخر الليل حسب ما يظلون الناس مبسوطين وتعودنا نحن يعني بالتعاون مع جمعية الطجار أنه تفتح المحلات كلها كمان لبعض نصدين لنصدين ساعة اللي بدون وبتخلى لبرنامج لأنه مثل ما قلت سيد رابيكا أنه الناس بحاجة كتير لتتنفس عملنا هالمهرجان هدا أكيد مش بضخامة المهرجانات اللي كانت بس مهرجان مكتمل وفي كل شيء بيرجع في من برامج كل يوم كل يوم في برنامج موسيقى وفي مطربين مش هنقول الأسماء لأنه منهم يعني من الأسماء ولكن كل يوم كل يوم فيه بالإضافة عاملين حساب الولاد أكتر من كل الأمور عطيهم دور كبير مساحة كبيرة يعني للعائلات عاملين مدينة ملاهة ضخمة في كل أنواع التسلية للصغار والكبار بيقدروا كمان الأهل كمان يكونوا متواجدين وبدي أقول لك شغلي واحدة كتير مهمة دخول مجانة هدا هم شيء تما يفكروا شأنه في أي تكلفة أي تكلفة ونحن يعني هالبرنامج بيتخللوا برامج مميزة كتير يلي هي بعدة يعني تلويني من الفننين يلي هني بشأنه كل يوم كل يوم كل يوم بس في أغلب الأيام فيها فننين يعني فيها صحرات فنين وفيها على طول فيها دي جي فيها موسيقى فيها مطربين وفيه رقاصات بيجوا وفيه أشياء عاملين لألعاب ألاوانية كمان مهمة وكمان بشي هنسمي عنون بهالطريقة بقى نتمنى على الناس أنه يشرفونا وأهله وسهله فيهم جميعا داش مهم أنه هيك سوق الزلقة يلي هو سوق تجاري كتير مهم بالمتن وعلى الساحل أنه يكون كمان مساحة إضافية للفرح يعني أكيد كل المحلات المطاعم الناس اللي تعودت على سوق الزلقة رح يكون مفتوح وأكيد أنا أكيدة أنه بالنسبة للأسعار كلها مدروسة حتى هالناس تجي تنبسط وتفرح وتشتري وتعيش هالأربعة أيام بشكل كالشكل هادي أكتر شي يعني يعني مع جمعية الطجار يعني قد جمعية الطجار هني يعني بيعرفوا كل سنة بيعملوا كمان مثل بازار هونيك وبيرجع في شي تاني بالنسبة اللي هني حابد يحطوا للأكل وهالشي يعني هاي دي دارسة كتير يعني أسعار مدروسة يعني أي ساعر يكون مدروسة كتير كتير يلي راح قبل بمرة وجرب بيعرف شو ساعر وهالمرة كمان أحلى من كل مرة لأن الظروف الصعبة للناس اللي هي هلها ما بتحمل مثل الماضي مبادة إلي جتوقف سيارات هنا عم نشوف عكا الحال أجواء مرجانات الزل بهالصور اللي عم تقطع علينا مبين أنه أول شيء الحشود وبيرجع وبيرجع ومطربين برجع المواقف مؤمنة كمان هيدا أهم شيء مجانة كمان مجانة مواقف السيارات لحتى مجانة مهم يعني بنا نقول للناس ما في جون بتحجوا لشيء المهم تجوا أنتوا عائلتكن أنتوا أصحابكن من الزلقة من شوارة من أولادهم كمان الأولاد أهم شيء عم تركز كتير لأنه هالمدينة الملاحب بل يا كتير لأنه فيها مفاجئات كتير حلوة بيكفي تركيبة بس نا لأنه هو الولد اللي بيخلي أهله يجو أكيد كتير منيح طيب البلدية اليوم يعني تتعمل هالمهرجين هيدا يمكن ناسا أنا عم سمعني بتقول يمكن فيه أولويات قبل المهرجين يبقى يقولوا بس أنا بعف أنه بلت الزيارة منتظمة إن كان برفع النفايات إن كان بالصرف الصحي إن كان بالطرقات إن كان بالبلدية المفتوحة وانما كان ولكن بنعرف نحن اليوم واقع البلديات لمتكلي فقط على المكلف يعني ما بقى فيه صندوق المستهل داقلكم ما ما وصلنا شيء وصلنا بالتلفزيون بس بسمعوا بالأخبار التلفزيون براهم تقرهون وكما ردت غير صندوق المستهل عندكم التلفون عندكم ما في شيء ما في شيء ما بيعطونا شيء هني بيجمعون بيروحوا للدقليين باللي بتحولون بالأول بيحولون للميليين بالميليين بتحولون للداخلية وساعة الداخلية بتبلغنا بيبلغوا بيظهر إلو الداخلية مش عم يدفعوا شيء بالميليين وزير الميلي بقول أنا حولت والتحويل بينطر ما بعرف أيماتها ووين وكيف يعني هلأ ريس التكالي البلديات هو على المكلف لأنه اليوم كمان على الإجمالة البلدية بتتكل على براءات الدمة بتتكل على البناء على رخص بناء على الظاهر هذا كله واقف رخص بناء ما في واقفة بتسألت أربعة سنين صار إلى ما في رخص بناء وبيرجع كمان التكاليف بتعرف في الناس فرق الدولار اللي صار البلدية ماعد فيها ضل ماشي على الأديم أكيد بس الإنسان بدو ينظر يعني كبلدية بالنسبة لي أنا والمجلس البلدي نظرنا يعني باللي هو التكاليف للسكان يعني سكن أهم شيء سكن سكن كان من أهالي يلي هني سكنين ببيوتهم أو المستأجرين بالحقيقة منها ضربناها بخمس مرات مع أنه غيركم ضربة بأكتر ما بعرف والتجارة والتجارة بعشر مرات ما بعرف أنا بعرف ببلدية لأنه درسناها كتير وتم يكون على الناس بهالظروف هذه وبعدين نشوف إذا كان حسب الظروف وكل شيء بننخل ونحنا بقرار مجلس بلدي أكيد بكون درسين ومتطلعين على كل شيء وحكين مع الناس حتى بصيروا يجاوبوا معنا لأنه بالنتيجة لأنه كمانا اليوم البلديات هي الوحيدة اللي عم تشتغل بالبلد صراحة مرافق الدولة مرافق رفن جديدة يعني عندك تنزيل مدني واقف عندك دولة قرية واقفة يعني بزا عم بحكي بيجأ بالزلقة بس يعني هوا موجودين بالزلقة موجودين بكل مكان وبكل مكان بالنسبة للشغل اللي هو ما وقفت شيء أنا أكيد مش التزامات تنقول طبعا بسمالك عم كانت عم بعمل أصير ملدي وقف كيف نكملنا كان في عندي ملعب كمان كمان وكمان اتوقف شغله وكان عندي كمان تسفيد طرقاته وأرصي فيه كمان وقفت كلها هدي ولكن يعني هي بحاجة الناس لإله نفيات ولا ممكن توقف الكنز ولا ممكن والأمن والشرطة والشرطة كلها بعدها على 24 ساعة كل ساعة ست ساعات عندي أنا الجروب بيتغير وفي تليفون موحد بحطه بيسمعو كل الناس أي ساعة ما تلفنوا عليه 0-3-894-044 بأي وقت بيقدروا يتلفنوا على 24 ساعة على 24 ساعة 0-3-894-044 وإضافة رقم تليفوني أنا مبتفيه كمان وبيعرفوا كتار من هن سكان أو من أهل الزلقة أي ساعة بيتغير في نقوقات وبيصيروا يقولوا كيف انت تليفونك 0-3-960-600 علنا أي ساعة ما بدون يجربوا ونشوفوا إذا بعد مستيروا ساعة لا معروف سيتاك سابك ريس اليوم بعرف إنه موضوع البلديات إجا قانون الشراء العام يلي إجا بالوقت الغير مناسب بالوقت يلي من جهة مناسب للناحية الشفافية وغيره بحسب هدفه الأساسي ولكن غير مناسب بيها الانهيار المالي اللي حاصل يعني الدولة بتتعامل مع الليرة اللبنانية أيام تعهد اليوم ما بيتعامل إلا بالدولار هايدي المشكلة اللي عم بتصيره عم بتوجهها كل البلديات من هيك أي متعهد أي مقاول ما عم يقبل إلا بالدولار وهون بتوقف البلديات وبعدين كان المصروف على أساس خمسمائة مليون بقيت حبر على ورق يعني المائة مليون اليوم شو بتعمل ريس؟ شو بتعمل؟ بتضبتش لمبة إذا احترقت لمبة إذا احترقت لمبة للبلدية وبيرجع يعني كمان كل الشي اللي عاملينه بشوق الشراء العام يعني بدك فئة أولة وفئتاني وفئتاني يكونوا بالمناقصات بالبلدية يعني هلأني مثل ما صارت كأنه ماتت لحالة لأن ما فيش بلديات عنده أي هالقاضة هودة يعني أنا عاملوا فحص تقدموا بفحص وعلى بنا نجح اتنين من الموظفين بصراحة والحديث هلأ ما جوابونا شيء خلاص كل شيء وقفتهم وقفتهم يعني كل ما بتكون تعمل شيء بكون شيروا تليفون الاسترجاع علية يعني أبدا كل كمان النتيجة إنه قرار قرار الرئاسة 12 مليون شو بيعملوا 12 مليون ما عايب الواحد يكتبون حق الورقات اللي ما نكتبون ما بيطلعوا والمجلس البلدي 100 مليون وهي الخمسمية اللي عم تقولي عنها واني ما شفنا منها شيء على أساس اجتمعوا مع دوان محاسب وكان فيه لقاءات كتير يعني حكي عنها الاسترجاع هوني من هالبرنامج ولكن ظاهر منبط فيه ما كلها بترجع للمراجع لمجلس وزراء وتياخدوا قرارات وهي اللي بتصير تمرو يعني نتمنى إنه يحسنوا شوي لحتى تصير نقدر نشتغل مش عام نقول ما نعمل مشارية بس نقدر كمان هالمواطن اللي بيه جورة من هون اناي من هون فيه اشيطار اكتير وصعب وبالكهربا كمان النارة يعني النارة الشواري انا الحديث التاريخي اليوم ما طفت النارة عندي ابدا لحتى من الموطرات من المولدات الكهربا متى في انا وياهون من مش هلق من وقت ما بلشت إنه النارة على حسابكم ما فيه بديل وما بدي شي من كون وأنا مأمن لهم كل شي ولم خلي حدا ينقل من عند حدا لحتى يدلون لبيني والحمد لله الحديث هلأ ما فيه اي مشكلة يعني مشكرون على هلأ بشكرون من عندك إنه منبيني بالشكل هيدا الـ 24 على 24 ساعة يعني بعدهم ملتزمين بالماضي ملتزمين بالماضي ما تعاقصوا أبدا بالموضوع أوكي وبالنسبة للتعرفة هم يتأيدوا بتعرفة وزارة الطاقة التعرفة بوزارة الطاقة بس أنا دوري بقولون إذا فيه أي مطير مثلا بالنسبة للعداد المال الضابط معكم عم بحطوا سعر أكتر فيكم تجيبوني بس التسعير الجيب للدولة أنا عم نفزها مبريد لما نفزها كثير منيح وغلا فيه بعض الناس من قلهم ما نقولونيها شوية يعني حسب حالات الناس طبعا ليس عندنا فاصل إعلان ومنتابع معاك منتابع الحال عنا عبر الام تي في مع رئيس بلدية الجديدة عمارة شالهوب الأستاذ ميشيل عسافة المر اللي بحكي عمارة شالهوب أنت من عمارة شالهوب وبدأ يزعله لأن مريت مننسيها منقول لليت الزلقة بس غلطي جديدة أنا قلت ڤقي الزلقة عمارة شالهوب لأنه دايما عمارة شالهوب دايمة بتقول الزلقة ما بتقولي عمارة شالهوب فأداب تعني كمانة زيادة عمارة شالهوب هي هي الفاصل بين الزيدة وعمارة شالهوب الفاصل وتنين وفاصل بين جديدة ولكن أو كان داياتي이나 دايقة واحدة بالنسبة لأن القابلة في مجلس بلدي مشترك هذه بيعطي لأنا هذه خمس دورة وفي منه ثلاث دورات بالتزكية لأنه بالتفقين مجلس البلدي الحمد لله كله ما بفكر غير بإنماء البلد وما في تفريق بين زلق أو عمارة بس منحب دايما يكون الاسم موجود أكيد دايما موجود عمارة شلوب زلق رئيس هم نحكي شوي بالبناء التحتية يعني الكهرباء الحمد لله حكيت أنه فيه انتزام مثل الحراسة منتزم وهذا اللي يهم الناس الأمن كمان خصوصا بهالظروف هايدي الصعبة يلي كلنا عم نعيشها واللي عم نسمع من سرقات وعصابات وشغلات اليوم بس كلفة هذه يعني إذا اليوم بدي أحكيك عن الماء مثلا كل ساحل المتن اليوم عم يشتري ماء داي أنتوا كبلديات قدرين تضغطوا تساعدوا تساهموا لأنه كله ما نوت بالكهرباء ما نوت بالمزوت وقالها الماء راح هادر والناس عم تشتري سترنت يعني البجال اللي موجود معنا لو قادرين كنا منساعد لأنه ما بتلاقي غير الماء مقطوعة ليش مقطوعة؟ ما في مزوت لايم مقطوعة المطارات مش ماشية طيب بيضل معقولة مطار ما بيتصلح 15 و 20 يوم أبصر لكان ما بعتقلش إنه بحاجل عن ناس لهالماء وبيضلون 15 و 20 يوم ما بتصلح مطار أو بيقولوا المزوت ما إجينا ناطرين تايجينا مزوت يعني كتير كتير عم عينوا الأهالي بالنسبة للماء هايدي بدأ طريقة لازم يعني مش إنه تنترك وتنحكى فيها وخلص وبكرة بتجي الماء وبعد بكرة هايدي ودايما من طالب بقولوا لنا يومين بكرة بعد بكرة والسترنت بكل ابنين ما في عليهم كنترول ما في عليهم كنترول ريس ما في كنترول لا ابنين عم تيجي الماء ولا نوعية الماء ولا الدي عم يقبضوا ولا يجوا وقته طلبوا مننا من الوزارة من وزارة الصحة حتى نرائب أنا ما عندي بيارة للبايع الماء ولكن إنه كل سترن يمرو ما أنا نفحصه كيف هل يفحصه أنا؟ إذا فحصته كان معبها ماء مظبوط هيدا راح برام برمي معبها غير مطر ايب أنا شو لأنه أنت ما عندك سلاحية لا توقفوا ولا شيء ولا أحزوا ولا تحزوا ايه أكيد تحتى تحتى يصير يعني هالشرطة اللي بيحكي مع سترن هايدي يعني مع السايق يعرف إنه مظبوط إذا بل يتوقف يوقف سترن وعفر الميل وفضي الميات بالأرض تحتى يكون شيء منفذ وقالنا أكيد للأسف للأسف ريس أكيد للأسف كمانة بالأضايا يعني الإنمائية الحمد لله أنت منك بحاجة لأنسى جورة لأنه كل ترقاطي زلقا مزفتك يعني هايدي إنسى جورة عجبتنا كتير عجبتك لو بيزورونا زيارة بينهم بيكون في جور لأنه لأنني ما بخلى جورة بالحقيقة بظل متابع يعني الجور لو كان مهما كان التمن بالنسبة لحق الزفتات عم بظل المشي الأمور لأنه الناس بكفية اللي بتلاقي جورة وتنزل فيها دولة بتسيارة شو بتكلفوا اليوم ايه خصوصا بهالأيام عندك كان الأوتوستراد معروف الأوتوستراد بأيام الشتة لما بتقوى الشتة ولما تنضيف المجاري هايدي تنضيف المجاري ببلش فيها من شهر أيلول المجاري كلها والمجاري صرت الصحة حتى كمان بصير فيها عليهم كونترول والمجاري كلها للبحر لأن أنا واصلة عندي لعلى البحر بتذكري يمكن بسنة التسعة وتسعين وقت تسكرة الطريق مية بالمية كان مشكلتها بس إنه المخرج السوائل بصير صوب البحر هايدي كلها علاجتها من تاني سنة لأن كنت جاي جديد ما نعرف شو السبب هلا الحقيقة تمرق شتوية دايما أول شتوية بصير وقير و بتخوي بكون يعني فيه عندي فرقة بصطنف رايدة ليلة نهارا ولكنه عم بيصير مشاكل من وراء لأنه عم بيصير تنظيف للمجاري كلها لأنه عم تصير تنظيف بوقتها بوقتها حتى من بعد ما تخلص أبو الجولة أو تاني جولة بدي يمرقوا كمان يعزلوا كل السوائل كل الأقنية طبعا كمان يعني أنا عم بيحكي اليوم هيك بأوضاع البلدية ككل لأنه كل البلديات تعاني اليوم يعني عم بتعاني أنه شريعة كلها وقفت مثل ما سبق وذكرت حتى بند المساعدات وقف مش وقف لأنه البلدية مبدأ لأنه الوزارة طلبت بإيقاف بند أي مساعدة أي خدم كنا نساعد بالسنة مرتين أو ثلاثة أو أربعة حسب الظروف بتعرفي هاي دي كل لو كانت الأيام منيحة بس سندي مثل ما بيقولوا شحفيف تسنط خيب صحيح بقى هاي دي كلها توقفت يمنع لحتى كان مثلا إذا مساعدة مرضية من خارج يعني الشرطة البلدية كنا نقدر نعمل شي طريقة بقش بقش في ما بقف هي كلها وقفت واليوم المساعدات اللي فرضتها الدولة والنقل وغيره هذا الزيم تعطول الموظفين ما هيك إجمالا نعم هاي دي عمنا طيوني هاي هلا الموظف للسابيت ما هني فيه قسمين للشرطة نعم فيه قسم مسبت قديم أو بجديد وفيه قسم هاي دي مؤقت معايلة الوزيرة الداخلية سامح فيهم لحتى بدنا نفوض شرطة لأنه صاروا فيه من الأدمين منودي أسمائهم مع هوياتهم مع سجل العدلة كل ستة شهور وبماشي الحال وبجددوا بالوزارة بيأخذوا هاو دي ما عشيتوا بس ما بيقدروا يستفيدوا من المرضيات ولا النقل بيأخذوا كاملين مع دا المرضيات والمدارس نحنا عنا بنظامنا ندفع 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 مدارس لحتى جامعات 75% بس ولكن إلا اللي بثبتين ولا عندك شرطيات كمان عنا إيه شرطيات نحنا تقريبا نحنا أول شي أول بلدية بالساحة اللي كان عندها شرطيات وبعده ولا مياه بالحقيقة يعني برهنوا عنصر النساء إنه بيشتغل بس الداش مهم إنه إدخال عنصر النساء على على شرطة على شرطة يعني لأنه أكيد بنعمل دورات بتصور قبل أكيد بس عم بيكونوا ناشحين بكل النورات أي في منهم فلوا كمان من وراء المعاش وفي منهم بعضهم بيئين كانوا أكتر بكتير آه بس هلأ أني الحمد يعني بس بعدك قادر تأمن لأربع وعشرين ساعة حسب أكيد يعني أكيد كانت نقول ثلاث جيبات أو أربع بالليل صاروا اتنين يعني بيضل في في ناقص في ناقص وبعدين بعدين مصروف المحروقات كمان ما صار بدوا نحسب له حساب ريس كمان المحروقات ما النشاء اللي عادية هادي واضح ولسامحة كالداخلية بالنسبة للمحروقات والمعاشات تندفع كاملة اليوم ريس مفتوحة البلدية بلشتوا تستوفر التكليف تبع السنة يعني بلشتوا ناقصنا نعم لألفين وثلاثة وعشرين لأي متى آخر مهلة بعدين آخر مهلة لا تشري لا تشري تقريبا لأي الول تشري هيدا أوكي تأرجع عنوية للبداية لها المهرجين المهرجين نعم خميس جمعة سابت أحد من الساعة أربعة للساعة اتناعش بالليل ممكن أكتر هلأ يمكن أكتر معلال موسيقى حلو إذا كل الناس مبسوطة لأنهم ماريت بينزعجوا بعد الساعة وحدة مثلا ما كل الموجودين بكونوا يكونوا بالمهرجين ما هني اللي عم يطلبوا المهرجين خاصة يلي هني بالسوق العام التجاري سوق العام مثل ما قلنا المواقف كلها مجانية كل شي مدروس إن كان يعني أي شي بدهم يعني أكل ولا ولا أي شي كله مدروس الألعاب كلها للأطفال يعني هنبسوطوا بها المدينة اللي عمليون لها هن وأهلهم يعني وجيبوا أصحابهم كمان بالنسبة للأطفال رح يتفاجأوا أهلهم وهن وفي مفاجأة كتير وبالنسبة حتى للبرامج الفنانين وغيره رح كمان يتفاجأوا هالمرة يعني مش أحكي عنه لأنه بيعود إله نرهجي هلأ في ناس بعد قدرة تعمل كيوس كيك إذا بد ولا خلس اكتمل السوق هو مكتمل بس إذا كان ما في مانيا على الرقم 0-3-8-9-4-0-4-4 كل حال هذا الرقم اللي عم حطه هو رقم الشرطة كمان ببلدية الزلق عمارة شلقوب ويعتبرون يعمل شرطة ويعتبرون ريس شرطة لا حلو الصهر على كتير مهم الشأن العام بده الصهر أكيد هايدي الحقيقة ريس صار فيه مثلا إفلسات صار فيه تسكير محلات بهالظروف هايدي تأثر سوق الزلق نحكيك الحقيقة اللي صايرة عم بيتأجر كتير مني محلات جديدة كتير وشركات عم تجي على المز مع أنه الإيجارات صارت غالية كتير إذن إذن ضربت عشر مرات لا لا هيدا عم بيأجر دولار بالدولار بالدولار ما فيه لا ما فيه درب ما هي 8.5% دولار 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 بس عم بي يعني عم بي يستأجوا كتير محلات عم تنفتح بسوق الزلق إيه لأنه إذا السوق فيه أمان إذا السوق فيه كهرباء على 24 ساعة إذا السوق يعني متكامل أكيد المواطن ما بتسمعي اليوم كان عدي قبل ما جي تتناب وديفتحوا المحل اليوم السبت إذا كان يعني مع المعرضين مبسوطين لأهلا سهلا وكل هال الفنانين يليك رح يكونوا حاضرين لنا نحنا في أيام في فنانين في أيام في موسيقى في دي جاي دي جاي على طول على طول على طول خلال طالما من الأربعة إلى تناعش موجودة بدأتكون دي جاي موجودة بعدين هايديكي بتصير إضافات أي وكل يوم في أحسن من يوم والإفتاح كيف رح يكونوا رح يكون في شخصيات يعني ما رح تكون محلية 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 هيك أزبط يمكن بهذه الظروف بهذه الظروف نعرض للناس بهذه الآضايا يعني نطلب الجميع يشرفونا والفرح يشاركونا هايدي هايدي الجملة السلوغان اللي أخدها رئيس بلدية الزلقة عمارة شلهوب الأستاذ ميشيل عساف المر وأنا بدأقول بدأ أدعي لكل أنه يشاركوا بهذه المهرجان لأنه بيستاهل اللبناني مساحة فرح مساحة هيكي نفس شوية هو وعيلته وبنشكر البلدية دايما يلي هي بتما أبقول دايما بنطاق البلدية ولكن بيسوى كمان مساحة الفرح هيكي تفرفح شوية لبنانية خصوصا بعد سنتين كورونا خصوصا مع الانهيار يلي حاصل ونحنا كلنا بنا ندعم كل النشاطات كل التجار كل المحلات الأسوأ حتى اللي أكيد بعرف ريس أنه مش بس بيكون فيه مأكلات فيه كمان أشياء حرافية كمان بنا نشجع من جميع الأنواع فيه بنا نشجعهم لأنه هني يمكن مورد رزقهم نعم إديش مهم أنه نشجعهم أنا بشكر حضورك معنا اليوم بدي أرجع لكم شرفونا وعلى الساحة لقونا وبالفرحة أكيد تعمل جميع بسوق الزلقة خميس جمعة ثبت أحد هالأسبوع هيدا للساعة أربعة للساعة مبدون لساعة مبدون مطلوحة أنا بدي أتشكرك ويرجع كرر شكري للاستاذ بشير أهلا وسهلة فيه أنا بشكر الأم تيفي الأم تيفي لأنه هي تؤمن هي اللي عم تشجح المهرجانات هيدا تؤمن بثقافة الحياة تؤمن بثقافة الحياة صورة اليوم نشوفها سوا بدنا نتوجه اليوم بعشرة تموز للشهد المسابكيين الطبويين ونطلب شفاعتهم نلتقى بكرة إلى اللقاء توقفة الحياة اشتركوا في القناة